صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على شاشة التليفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضايا المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا بسانس صباح الخير عليك يا مصطفى وصباح الخير والسعادة على كل المشاهدين اللي بتفرجوا علينا من كل مكان زي بينه إحنا صغيرين شوية كنا يمكن بننزل نلعب في الشارع بالعجل وإحنا أصغر شوية كمان كنا بنلعب بالمكعبات اللي موجودة بنعض على الأرض كده ونشوف المكعب ده يتركب ازاي على المكعب اللي جنبه كان في وسائل كتير قوي ممكن كنا بنشغل بيها وقتنا بالذات في سن صغير جدا كنا بنجيب يمكن كراسة الرسم ونعض نشغبط يعني ما كانش في حد فينا بيكاسو يعني لكن كنا بنعض نشغبط على الورقة وبنطلع حاجة ونلونها والكلام ده كله نهاردة إحنا بقينا نشوف أطفال في سن صغير جدا 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 مسكين الموبايل اللي هو بجد بقى قافة العصر الحديث اللي احنا فيه ليه بقول قافة العصر؟ طبعا كل حاجة ليها مميزات وعيوب أنا ما بنكرش أبدا مميزات الموبايل اللي لازم يكون مع ابنك لو مثلا رايح النادي لو رايح حاجة وانت مش رايح معاه فمحتاج تكلمه تتواصل معاه يتواصل مع صحابه يتواصل مع زميله الكلام ده كله لكن أنا بتكلم يمكن على السن الأصغر شوية من 3 ل 8 سنين وهم عاديين كده خارجين مع أهليهم ومسكين الموبايل عاديين قدامه أو التابلت عاديين قدامه بيعملوش أي حاجة غير أن هما بيلعبوا جيمز عاديين بيعملوا سكرال على حاجة احنا مش عارفين هي ايه والأهل مشغولين ويا إما بيتكلموا مع بعض يا إما الأهل نفسهم عاديين على الموبايل فهم شايفين النموذج ده قدامهم فبيعملوا زيه طبعا احنا عارفين والكلام ده يمكن اتكرر كتير جدا 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 أنه ده لي خطورة كبيرة جدا على ابن حضرتك بالذات في السن صغير بنتكلم في 49% تقريبا من الأطفال اللي عندهم مشاكل في التعبير أو الكلام التعبيري بيبقى بسبب أنه هما عاديين طول الوقت على الموبايل فحصل لهم أضرار بتسبب مشاكل في الكلام الأطفال اللي طول الوقت ما سمح لهم بوقت من غير أي لمط على الموبايل بيبقى عندهم مشاكل كتيرة جدا في النوم والقرق والحاجات دي كلها غير طبعا المشاكل اللي ممكن يعني حالات بتبقى مستعصية شوية عندهم مشاكل في الدماغ بسبب الضوء اللي بيسببه الموبايل أنا شخصيا جات لي مشاكل كتيرة في عيني في وقت كنت بقى قفلة النور في القوضة عندي وافضل أسكرول على الموبايل بالليل الشاشة عملت لي مشاكل كتيرة وصدع مزمن يعني ما بكنش بيروح لغاية ما روحت لدكتور وقال لي محتاجة تخفيفي شوية عادتك على الموبايل دي ممكن مشاكل إحنا بنقابلها ككبار فما بالكم الصغيرين بزعل قوي لما شوف أم بتحاول أن هي تدي كده مكافأة لابنها تقوله أنت لو قعدت ساكت أو سمعت الكلام أو ذكرت أو 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 أنا هتديك الموبايل ساعة ليه هو ده مكافأة يعني ليه دي المكافأة ليه ما ناخدوش نضيع وقت في حتة تانية حتة مفيدة يعني لو ساعتيني في البيت تعال أنه نلعب كورة في الشارع مثلا وهاجي معاك لو عملت مش عارفة إيه كويس أو ذكرت هتديك مكافأة أن أنت تنزل تلعب مع صحابك برة يعني أكيد ده كمان ليه أخطار أنا مش بقول اللي هو سيبوا أولادكم في الشوارع لكن أكيد أكيد أنه قعدت الموبايل كده على طول تسبب يعني حتى بلاها عند الأطفال يعني أنه الطفل يبقى شوية قاعد مش عارف هو تكلمه في حاجة عنده تأخر كده في الاستعاب وفي التفكير ده سؤال حلقتنا النهاردة إزاي بقى حضراتكم بتسيطروا على أولادكم لما يكونوا مسكين الموبايل حاجة صعبة جدا وعرفة أنه هو يمكن سؤال صعب وكتير من حضراتكم بتحاولوا تعملوه لكن هو صعب وخلوني أسأل زميلي مصطفى وأعرف منه بتسيطر ازاي على بناتك يا مصطفى لما تلاقيهم قاعدين وقت طويل قوي على الموبايل بصي هو زي ما انت قلت كده يعني في أضرار كتير جدا بداية من العيون وانتهاءا بالتوحد يعني في أقصى حالتها بتخش بقى في حاجات اسمها الترباط نوم بتخش في حاجات اسمها الانطواء بتخش في حاجات اسمها قلة التركيز ازاي ما انت قلت كل الأمراض دي على الأرض بقى انت ازاي بتسيطر عندك حاجتين في حل تكنولوجي وفي حل زي ما بيقولوا كده ايه دبلوماسي الحل التكنولوجي اللي هي تطبيقات الرعاية الأبوية بتحط لمت على الموبايل بتاع الطفل انه هو بعد ساعة هيقفل وده على فكرة حل تكنولوجي عظيم جدا يعني انت مهما تحاول تقنعه هو حيلاق الموبايل أفهل لوحده فتاحه انت بقى معرفش انت اللي بواسته حلو انت بترمي الكرة في ملعبه وده حل اللي انا شايف انه هو كويس جدا طبعا الحل اللي على الأرض بقى الحل الدبلوماسي ان انت تخلق مساحات نقاش مشتركة يبقى فيه مجهود بدني تنزل تلعبه ورياضة تجره تروحه مول تروحه مش عارف ايه يبقى فيه نقاش مشترك بتعملوا حاجة في البيت بتعملوا مكعبات بتتكلموا في حاجة انت قلت مقدمة جميلة جدا احنا مكنش عندنا ده يمكن احنا الجيل اللي حيشهد يعني تاريخ التكنولوجيا احنا كنا في النص يعني احنا مبدأناش معانا هواتف زكية ولكن في منتصف عمرنا بقى فيه هواتف زكية لا احنا 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 هواتف ما كانتش زكية احنا لما انا نزلت الكاميرا كان انجاز كان انجاز بالضبط فانا بتكلم في ان احنا فعلا احنا جيل منتصف ازاي بقى انت تسيطر على ابنك او بنتك ازاي تخلق مساحات مشتركة خلي بالك في النهاية انت قلت برضو جملة مهمة انت قدوة بالنسبة لهم انت طول الوقت ماسك الموبايل حقيقي انت طول الوقت ماسك الموبايل اقنع انت طب انت ازاي يعني يا بابا انت ما انت ماسك الموبايل يعني عايزنا نسيبه انت نسيبهش هو عموما اضراره كتير على الاطفال زي ما انت قلت والدكاترة قاله ساعة واحدة في اليوم على فكرة وساعة ساعة بجد بكلم بجد فوق الساعة بيأثر على عين الطفل ذهنيا الأمراض كتيرة زي ما قلت اضطرابات النوم زي ما قلت التوحد زي ما قلت الانطواء أمراض نفسية كتير جدا بتصيب هذا الطفل لكن أنك أنت تعمل كنترول عليه بشكل أبوي أو بشكل دبلوماسي أعتقد أن ده هو أصعب حاجة أكتر من أي حاجة خلقوا مساحات مشتركة مع أطفالكم خلقوا مواضيع انزلوا معاهم اتكلموا معاهم افتكروا الأجيال القديمة كان بتتعامل إزاي مع الأطفال إحنا لما تولدنا كانت ألعابنا بسيطة وكانت طموحاتنا بسيطة جدا ما كانش حالدنا كل اللي حاصل ده صحيح الطفل النهاردة بيتولد وعنده فعلا زي ما بيقولوا كده مفهوم العالمة إنه هو شايف الطفل في أمريكا وفي اليابان وفي الشيب إحنا كنا ممكن نقرأ كتاب مثلا بنسمع كمان لكن النهاردة هو شايف صوته صورة في حاجات إيجابية ولكن في حاجات سلبيات يعني كمان خليه أتكلم عن السلبيات يا مصطفى يمكن السوشيال ميديا أنت تكلمت في نقطة حلوة قوي أنه الأعادة كتير على الموبايل كمان ممكن تسبب اكتئاب وخليني أقول أن السوشيال ميديا لو بتكلم على سنة أكبر شوية من 8 11 سنة طبعا لازم كل سنة يبقى لي الأكسس لحاجة يعني لازم أن أنا ما يفعش قدي اللي عنده 3 سنين زي اللي عنده 8 زي اللي عنده 11 و 13 فبعض الأولاد اللي بيعودوا طول الوقت وزي ما أنت قلت بيقارنوا حياتهم مش بس بأولاد تانية في بلاد تانية لا ده أولاد معاهم في نفس المدرسة أنا شايفة طول الوقت على السوشيال ميديا ده فلان سفر في إجازة نص سنة ده فلان ممتو جابت له سندوتشات مش عارفة عمنا زي ده شنطته مش عارفة ده جاب جزمة جديدة وأنا لسه جزمتي بقالها 3-4 سنين يبص الفوق ويبص اشتاح فيفضل يبص فيقارن فيكتئب من سن صغير جدا ويجبر ناقم على الحياة وناقم على أهله وناقم على كل حاجة على الرغم أن يكون ده تمثيل يعني فيه طفلة مثلا أنا بنتي بيتابعوها في الصين كل يوم في حتة شكل يعني فيلا فيها كور لا 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 أتكلم بجد طبعا تقريبا برعاية أحد شركات لعب الأطفال النهاردة في فيلا فيها كور البكرة في فيلا مش عارف فيها مش عارف إيه مبهرة جدا 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 بس هي الطفلة دي حياتها مش كده أكيد يعني ده معمول تمثيل أو نوع من أنواح الدعاية هم عبال بقى ما توصل لهم الفكرة دي مشوار طويل علشان تحكي وتقنع وخلافه ورينهم الناس الأقل انزل معهم للمناطق الأكثر احتياجا زي ما بقى علمهم فعلا خير هم أعتقدين دي أكتر حاجة هتولد يعني جواهم خصة الرضا لأن فضيلة الرضا مش سهل أوي تطلع عند الطفل من هو في سن صغير حقيقي ده حقيقي يعني ازاي بتسيطري على أولادك لما يكونوا مسكين الموبايل ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على فيسبوك مستنين إجابات حضراتكم اللي أكيد هنستعرضها في خلال الحلقة النهاردة موضوع مهم جدا جدا وعايزين نعرف أفكار مختلفة نشارك بيها بعض يمكن حضراتكم عندكم فكرة غيركم مستنيها عايزة يطبقها مع أولاد دول قاعدين 24 ساعة على الموبايل ومش عارف يعمل إيه لأنه الحل النهاردة زي ما مصطفى كان بيقول أنه الدبلوماسية أنا مش هينفع النهاردة أمسك الموبايل بالعافية من طفلي وعمل له عقد من نوع تاني لازم أقعد وتكلم معاه واشرح له أول هي بطريقة تانية إحنا بنصبح على حضراتكم أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير جيدا